شكراً ستبدأ عدها العكسي في العشرين من هذا الشهر تم الاتفاق من قبل الطرفين على العشرين من كانون الثاني يناير كموعد لتطبيق الاتفاق فابتداء من ذلك التاريخ سيبدأ الجانبان بتنفيذ مواد الاتفاق وكل الإجراءات المتفق عليها ضمن صفقة جنيف بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتجميد العقوبات ستتخذ بشكل متزامن بداية من العشرين من هذا الشهر المسؤول الإيراني حرص أيضاً على التأكيد على ما سيجنيه الإيرانيون عبر الاتفاق رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على بلادهم وإفراج عن أكثر من أربعة مليارات من الدولارات الأمريكية من عائدات النفط الإيراني المجمدة وإن أشارت مصادر الإدارة الأمريكية إلى أن الرغم قد يصل إلى سبعة مليارات دولار الأمريكيون بدورهم أعربوا عن أملهم بأن يضع الاتفاق النهائي حداً لهواجس الدول الكبرى بشأن برنامج إيران النووي لن يكون بالإمكان المضي قدماً بتطوير البرنامج النووي الإيراني في الواقع ستراجع العمل في أجزاء منه بينما نبدأ بالتفاوض للتواصل الاتفاق شامل يضع حداً لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامج إيران النووي هدف لطالما عمل الأمريكيون طويلاً في السر وفي العلن لتحقيقه أولويتنا المطلقة خلال هذه المفاوضات هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي ولترجمتي ذلك سنؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن برنامج إيران النووي هو برنامج سلمي أما السبيل إلى ذلك فهو أن تظل أبواب منشآت إيران النووية هذه مشرعة أمام مفتشي الهيئة الدولية للطاقة الذرية كل ما احتاج لزيارتها للتأكد من سلمية برنامج طهران النووي وفي بحر من الشكوك ومشاعر عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين تنطلق سفينة التفاوض بين إيران والدول الست الكبرى من جديد أما الهدف فهو التوصل لصفقة نهائية تضع حداً لأزمة ظلت لسنوات تهدد باندلاع حرب على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط البرنامج النووي الإيراني ضاحي حسن بي بي سي تهدد باندلاع حرب على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط